السلام و اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طريق الهجرة الى كندا في هاي الحلقة اسمعنا خبر سيء انه كندا عم بترحل طالبي اللجوء فشو الخبر؟ تابعونا عن حكينكم طبعا القصة بدأت لما رئيس الامريكي دونالد ترامب عزد القرار بايقاف موضوع اللجوء لامريكا فكل اللي جايين على امريكا بدهم يقدموا على اللجوء ما استطاعوا فاضطروا انهم يدخلوا على كندا بطريق غير شرعي او عن طريق الغابات والاماكن مش الحجود البرية معظم الحركة كانت في منطقة كيبيك ونيو برنزويك وفي البرتا وساسكاتشون طبعا كانوا يدخلوا عن طريق غابات فاللي يدخلوا بالصيف او بالربيع او بالخريف وضعوا ممتاز بمشيلوا شوية معظمهم معهم جي بي اس فبوصلوا لكن في ناس كتير تاهوا وناس ماتت يعني اعتقد حالتين وفي حالات ناس ضاعوا في التلج فتجمدوا اطرافهم اطراف رجليهم واضطروا ان يقطعوا بعض الاصابع صارت هاي الحالات فالموضوع مكان سهل الان دخل حوالي 45000 مهاجر من 2017 الى الان الان خف هذا العدد كتير طبعا في معارضة داخلية كبيرة من قبل بعض الاحزاب على استقبال هؤلاء الاشخاص لانهم بدخلوا بطريقة غير شرعية وبطلبوا اللجوء الان كندا رفضت حوالي 866 واحد اي تنك الرقم واذا مش خليني للذاكرة وامرت بترحيلهم طبعا الموضوع نعم ترحيلهم باك للولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة هم يدبروا حالهم الان الترحيل موضوع مش سهل وموضوع اللجوء مش سهل زي ما حكينا في موضوع اللجوء الموضوع اللجوء هو شيء راجع لقاضي الهجرة ليس للمستشار اللي انت بتعينه يعني مش بايده ولا بايد واحد صاحبك موجود في كندا يعطيك الهجرة ولا بايد رئيس الوزراء نفسه اللي بعطيك قرار الهجرة هو القاضي فقط قاضي الهجرة اسمه قاضي الهجرة هو الوحيد المسموح انه يعطيك الامر يسؤونه طبعا باعتمد على الريزن اللي انت مقدم فيه للهجرة واحد جاي بقول له والله انا مش لاقي شغل في بلادنا فبقول له والله اذا مش سبب للهجرة او واحد مثلا بقول انا والله جاي عالج بنتي او عالج ابني او انا عندي حالة هذا مش سبب للهجرة الاسباب اللي انت تكون واقعية وواضحة وفيها خطر عليك وخطر على حياتك هذه هي الاسباب الحقيقية اللي بتنظر فيها وزارة الهجرة الان دول بعد ترحيلهم شو رح يصير فيهم طبعا موضوع الترحيل مش مش سهل فالقرار لما يطلع من القاضي بقدر طالب اللجوء انه يستألفه لكن بكلف فلوس وبيكلف موضية طبعا انا في كل فيديوهاتي بحكي انا مش مستشار هجرة وما بعرف كتير عن امور هاي لكن من قرارتي واطلاعي بحب اعطي الناس هنس عن الموضوع لما حكيت في الفيديو الماضي عن او قبل فيديوهين عن المصاريف اللي بتكلفك عشان تهاجر الى كندا واحد بعث لي انا بشكره طبعا انه ذكرني بهذه النقطة قال لي انا ابن عمي راح على تركيا ومن تركيا سافر على اليونان ومن اليونان مش عارف تهريب على كندا على سفينة وما كلفته هاي التكلف ممكن فعليا هذا الحقيقة بس انا مبادر احكي عن طريقة ولا اشجع طريقة غير الشرعية للسفر الى كندا هذا اشي لن يخطر في بالي ولن افكر فيه طريقة غير شرعية بتظلها طريقة غير شرعية وصاحبها في خطر وحكينا في الحلقة الماضية اللي هي كانت عن موضوع العائلة اليوغوسلافية اللي ايجت اللي الزوج من البوسنيا والزوجة مسلم والزوجة من صربيا مسيحية ايجوا هون قبل 27 سنة عايشين في كندا 27 سنة والدلهم ولدين في كندا ومع ذلك رحلوا الاب باك والان في قرار لترحيل الام فالموضوع يعني بعد 27 سنة وجودهم ومعاناتهم ومحاميين ورفع قضايا ويعني 27 سنة يعني ولادهم كنديين اه رحلوهم الان رحلوا الاب وهي قصة موجودة وعن برحلوا الام فالموضوع لازموا تفكير في ناس بتحب تأخذ الرزق في ناس ما عندها خيارات اه انا معكو ومقتنع فيكو بس اه وهذا ليس إحباطا لكم في هجرة وفي لجوء لكندا لكنه لازم نكون واقعيين اعرف انه هذا الفيديو رح يكون صادم في ناس كرير رح تتعارض معاي ورح تتعارض مع عرائي وحقكو لكن حبيت انقول لكم الخبر لانه خبر واقعي وصار واذا لا سمح الله واحد منكم كان من ضمن هدول 866 عائلة رح يشعر انه كل كندا عملت معا هذا الشيء وطردته من كندا فان شاء الله يكون قراركم صائب يكون عندكم دراسة للأمر قديش بيكلف قديش بدكم تعدوا شو المزايا وشو الحسنات حبيت بس بشارككم بهذا الخبر ان شاء الله ما يحبطكم في موضوع الهجرة لكن شيء مهم جدا انه نكون واقعيين ويعطيكم الفعافية اراكم في حلقات قادمة اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير ما شكرا